كلهم قبل أن ينقلوا الحقيقة للناس ولهذا السبب قدمت قناة بلقيس طابور شهداء الحقيقة وكان هذا العام هو عام الحزن بامتياز وسيمضي 2018 تحت هذا العنوان إلى نهايته حيث تخسر فيه بلقيس اثنين من فريقها الميداني وتلك حصيلة بلغت خلال ثلاث سنوات ثلاثة صحفيين استشهدوا بهجمات إرهابية لميليشيا الحوثي وقصف طائرات التحالف عبدالله القادري ومحمد القدسي وعبدالله قابل ولأن بلقيس حرصت منذ انطلاقتها على تعزيز خدمتها للمشاهد وتغذيته بالمعلومة مباشرة وهكذا كان لها شبكة من المراسلين وطابور طويل من المصورين في مختلف المدن والمحافظات توليفة من الزميلات والزملاء خلقوا مهنيا تحت القصف وغسط البارود عاملوا في أسوأ بيئة صحفية ثم تخبر محزن ينتظرهم دوما بينما يظلون مسكونين بغريزة المهنة ليس إلا ومتمردون على قواعد الإعلام التقليدي الصحافة هي حاجتهم ليكونوا شهودا لا شهداء على ما تفعله الحرب باليمن ومع هذا رحل فرسان العدسة والكلمة ممن يؤمنون برسالتهم ليكونوا جميعهم وثيقة تأريخية على الإنقلاب وحرب الميليشيات لا يروق لهذه الميليشيات إذن أي صوت من خارجها فلذلك عواقب ومخاطر عديدة يتعرض لها المراسل ليبقى بين الصحافة والميليشيات دوما ما هو بين الضحية والقاتل إنه عقاب جماعي ترفده ماكنة جماعة الحوث الإنقلابية والمتحاربين بالمزيد من الضحايا تحل الذكرى السنوية لانطلاقة قناة بلقيس وسط حزن عميق باحتفائية ناقصة جاءت الذكرى الثالثة محملة بالكثير من الغائبين هذا العام والذي كرسته الجماعة بهذه الدعاية ومن فئة الإعلاميين أكثر خطرا على هذا البلد لم يسمع الصحفيون اليمنيون من قبل مثل هذا التهديد والوعيد إلا في الزمن الميليشيات يفاخر فيه زعيمها لكن كيف تحدث نتائجه هكذا هذه المشاهد تقدم لكم انعكاسات حفلات إطلالة التحريض وكيف تحول حياة الصحفيين إلى جناعز دعك من الاعتقالات إذن والإخفاء القسر والتعذيب هذه من جملة الإجراءات غير الإنسانية في زمن الإنقلاب حيث أرست الميليشيات بحربها ضد الصحفيين أجواء مروعة على البيئة الصحفية في اليمن كان لبلقيس نصيبها الوافر في عام الحصاد المر اقتلوهم إذن قبل أن ينقلوا الحقيقة للناس اقتلوا الحقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر